من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلية وأوضحت الوزيرة أن إقابة تم عارض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع